السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد. من قناة تأسيس بيون تأخيد. وان شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة عامة على منهج الدراسات. صف الرابع. المحور المحتوى يا فبراير ومارس اللي هم تحن في ان شاء الله واليوم في رمضان. من براح نزلنا على الفناية مراجعة عامة. الحمد لله لقيت استحسان كثير من الناس على العربي. عرفت ان احل المتحان ازاي? وما نخبش وهيكون ايه المطلوب بالزبط مننا? وشرحنا النحو ازاي نكتب المطوية? وازاي نكتب الفقرة اللوحة ارشادية اللي هاتين في الانتحان. ولازم ناخد بالنا من المراجعة دي. المراجعة كلها نص ساعة. حالينا المتحانات ورجعنا على الحاجات دي كلها ورجعنا على النحو وكله. فالناس اللي ما شاهدتش الفيديو ده لازم تشوفوا. هسيب الرابط بتاعه في في الوصف تحت. انزل تحت على السهمة تلاقي الفيديو موجود كامل. مراجعة كاملة. وانحن نزل. النهاردة هنرجع الدراسات. تمام? احنا عارفين عندنا هنمتح ان شاء الله في المحور الاول او الوحدة الاولى. الوحدة الاولى عبارة عن انواط السكان. انوع السكان في البلد. والتراث الثقافي للبلاد دي. للسكان. نمازج المشكلات الاجتماعية واهمها الاقومية. تمام? ونظام الحكم في بلدنا قديما وحديثا. بتكون من ايه? الحكم. وبعد كده هناخد المحافظة. ومن يحكم المحافظة? وانا بقول دايما كده المحافظة كأنها كأنها دولة جوة دولة. المحافظ زي الرئيس. النهاردة ان شاء الله هتكلم على ده كله. بنحل بتاعنا ازاي? ومتقلوش انا شايف شكاوي كتير جدا جدا من الدراسات. ما نهج معرفش ايه وصعب جدا يا جماعة خليكم خلينا نكون منصفين شوية. انتوا احسن من الجيل القديم. الجيل القديم كان بيتفاجئ. سنة رابعة انه عنده علوم ودراسات. لكن انتوا خدتوا في اولى وتانية وتالتة تمهيد في دروس العربي. ودروس الانجليش. سوشال ستاديز وساينز. مش زنبي بقى الناس اللي بتشتغل المنهج ده مش عارفة تحط المعلومات الاجتماعية. وعلوم ودراسات في المنهج اللي شغال في العالم. بيشرح الانجليش عشان انجليش. بيشرح العربي عشان العربي. وبيسيبوا المعلومات الفرعية اللي هي الدراسات والعلوم. لكن لو انت درست المنهج ده من الاول صح. فانت هتوصل هنا المنهج السكان انت اخدتها قصلا قبل كده. انت اواخد المنهج السكان قبل كده في العربي. افكرك واخدها واحد سيوة في الانجليش. واخد كمان البدو النوبة والتراث المصري في سنة تانية في قصص الاستماع. فما تقولش انه ما اخدش حاجات دي قبل كده. هو الراجل ماهدك قبل كده كتير. بس احنا مش عارفين نشتغل منهج ده. احنا مش عارفين نشتغل منهج ده. نضخل في موضوع على طول. وهنراجع عن نهاردة ان شاء الله الوحدة الولى كلها كاملة. حنلخص الوحدة. يعني لو انت مزاكرتش خالص ان شاء الله الفيديو ده. هيفر معك جدا. وان شاء الله خليك لاخر الفيديو عشان هقول لك طريقة تحل بها الانتحان ازاي. وما تعبش نفسك وما تذاكرش من الاول خلص. خد المرخص ده. اول درس عندي بتكلم عن انماط السكان. يعني كلمة نمط يعني ايه? كلمة نمط يعني نوع. تمام? ايه هي انواع السكان في بلدنا? ما تحفظش. انواع السكان في بلدنا. تمام? الاول لازم نعرف يعني ايه الاول? تعداد سكاني. تعداد سكاني الدولة بتعمله كل عشر سنين. ليه? تعداد بنحصر السكان واخدتها انت في العلوم. خدتها في الرياضيات في الرسم البياني. اللي هو الحصر. تعداد يعني حصر بنحصر السكان. كم راجل كم ستة كم بنت كم ولد كم واحد في مستوى التعليم كم واحد تعبان كم واحد عجوز عشان نعرف نوفر مستشفيات ازاي وعشان نوفر تعليم ازاي ومن الفئة الكبيرة نهتم بها اكتر ونشوف كم واحد امي وكم واحد ما بيعملش وكم واحد بيشتغل كم واحد مطلق كم واحد وهكذا ده اسمه تعداد سكاني تمام ما تحفظش يعني تعداد سكاني بنحصر عدد السكان ما تقلقش الامتحان كله المنهي الجديد عشان المعلمات كتير فهيكون بنظام البوكلت اللي هو الاختياري الاختيار تمام ايه هو تعداد سكاني هو كأنك اول مرة اسمع المنهج هرجع لك المنهج كله كأنك اول مرة تسمعه وان شاء الله هتحل امتحان بكل سلاسة طيب تعداد سكاني بنحصر السكان هو عملية حصر للسكان تمام ليه ايه سبب يعني عشان نعرف الخدمات اللي بيحتاجوها تمام عشان نعرف عزين مستشفيات عزين مدارس نزود ايه العلاج وهاكذا طيب من المسؤول عن اجراء التعداد السكان ده الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تمام لو انت معدي عنده في القاهرة كده بتلاقي لوحة مكتوبة فوق كل ثانية بتتغير ليه موايد ووفيات بتتغير ليه يبقى مين اللي بيحصر الجهاز المركزي للحصاء تمام طيب مدة اجراوة كل عشر سنين بنعمل مش كل يوم طبعا نعمل لانه بتعب جدا الدولة وبرهب جدا الموظفين فبتعامل آآ آآ كل عشر سنين آخر تعادت عامل امتى الفين وسبعة واشر طيب اللي جاي امتى حق عشر سنين يبقى الفين سبعة وعشرين هيكون معمود تمام طيب لازم نعرف الحاجات دي طيب محافظة جنوب سيناء هي اقل المحافظ محافظة الجمهورية سكانا ليه? لانها صعوبة ناس عايشين في الصحراء فاكيد طبيعي جدا يكون على السكان ايه? وليل جدا 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 جدا. خليك الاخر عشان نحل بتحنات على حاجة دي. وندرد موارد المية فيها. مية النيل ما توصلهاش هناك. فانا الناس محتاجة ايه خدناها في في الانجليش تمام? محتاجين تلات حاجات. محتاجين مناخ. محتاجين مية. محتاجين ارض زراعية. هو هناك اللي عندهم ارض زراعية. وعندهم مية. ما عندهمش غير صحراء. فاكيد لازم تقلي فيها محافظة الجمهورية. تمام? سكان ليه? انها العاصمة. والعاصمة الدولة بتهتم بيها. بقى في جاي سياح في وفود. فالعاصمة بتاعت مصر مظهر لها. حتتثم بيها. ذاكرة الدراسات كأنها قصة ما تجدش نفسها. ما تقولش محافظة القاهرة هي اعلى محافظة. لا. ليه? عشان هي العاصمة. لازم يكون فيها خدمات وفيها مستشفيات وفيها تعليم. تمام? طيب. احنا عندنا كم نعم السكان في مصر? تلاتة. وخدناهم قبل كده في العربي في قصة الاستماع. تمام? سكان الحض الحضر هم اللي عايشين في المدن. تمام? وسكان الريف اللي قاعدين في الريف. وسكان الصحراء اللي قاعدين في الصحراء. طيب. سكان الحضر. تمام? موجودين فيين? موجودين في القاهرة والسكندرية والسجور سعيد. تمام? شغالين في ايه? شغالين طبعا اغلبهم موظفين شغالين ياما في الصناعة في مصانع ياما في التجارة بتجروا ياما في السياحة او في التعليم او في البنوك ختم اصرفية يعني البنوك او المستشفات. تمام? طيب. نسبتهم كم? احنا عندنا نسبة 100% هناخد منها 42.4 من 10 وانتخبت العلامة عشرية في الرياضيات تمام او الماث 42.4 من عشر من اجمال السكان تمام طيب هم مالهم ما عندهمش امي ليه احنا قلنا الخدمات كلها هناك في المدن تمام فبالتالي التعليم الناس كلها بتعلم والناس كلها بتود تعليم فما فيش امي هناك ولقيلة جدا جدا ليه الانتشار المؤسسة تعلمية فيه فيه هناك تنافس فيه مدرس خاصة فيه حضرات خاصة فيه مدرس مدرس تجربية مدرس حكومية فهناك انتشار المؤسسة التعليمية يبقى سكان الحضر تمام اتنين واربعين واربعة من عشرة شغالين في ايه في التعليم في الصحة في السياحة في الصنوعة طيب لقمية ولقيلة جدا ليه الانتشار المؤسسة التعليمية تمام تمام طيب ايه هي المشكلات اللي بتواجه الحضر الحضر طبعا تمام علشان الريف مفهوش خدمات مفهوش مصانع مفهوش مستشفيات مفهوش مدرس مفهوش خدمات مفهوش خدمات ترفيهية فسكان الريف تمام بيضطروا يهجروا الى مين الى الحضر سواه يروح يتأجر هناك هيشتري هناك ايا كان تمام عشان يحصل على ايه كل واحد يحصل على مستوى اعلى فبيروح ايه الحضر فدي مشكلة من مشكلات الايه الحضر المدم ليه الريف سكان الريف بتروح هناك ليه مفيش هناك مفيش هنا شغل فهناك بروحوا ايه بروحوا يدوروا عشور تمام يبقى المشكلة بتاعتهم هجرة سكان الريف اليها تبدأ بيعمل ايه ظهور العشوائيات الناس ديات ما معاش فلوس تجيب تروح مسلا تعمل اشتري شقة او كمبوند او مكان لأ بتعمل ايه بتحاول تزبط امورها وتبني يعني عشوائي يعني مش مخطط لي يعني تلاقي مكان كده كل واحد باني بطريقة مختلفة فتلاقي مفيش تخطيط وي تحس ان هي ايه الدنيا بايزة بعضها دي معناها ايه عشوائيات كل واحد بيبني بدماغه يبقى احفظ كده الحضر صناعة تجارة تعليم صحة تمام نسبتهم اثنين واربعين نفيش امية ليه بسبب كسرة المؤسسة تعليمية بعد كده المشكلة هجرة الريف اليها مما يؤدي للظهور العشوائيات ندخل بقى على سكان الريف اجيب القلم بس كده علشان عشان يقول لك احنا شغالين تمام سكان الايه الريف تمام الكرة الرياف اللي هي الكرة طيب الناس دي شغالة في ايه شغالة في الزراعة في الريف يبقى شغالة في الزراعة عندهم ارض شغال في الزراعة تمام طيب الزراعة محتاج ايه الراجل ده ايه 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 اي تخل ايه? ترتفع نسبة الامية. تمام? يبقى هنا تخل هنا ايه? ترتفع. طيب ايه هي المشكلات اللي بتواجه? آآ الحضر. الريف. زيادة متوسط حجم الاسرة. يعني ايه? يعني الاسرة كبيرة. خمس او ستة او سبع افراد. تمام? غير المدن. المدن مسلا بيكون عنده زوج والزوجة وولد وبنت وخلاص. تمام? لكن في الريف اللي بيحصل زيادة حجم الاسرة. يعني الكلمة مكالكعة. ها? ده ايه? ان هم عائد افرادهم كبير. تمام? ليه? لانهم بتتجوزوا مبكر. تمام? طمانتاشر سبعتاشر خمستاشر سنة البنت بتتجوز. فبالتالي بيحصل انجاب كتير. تمام? طيب. ده ابدأ. وايه تاني? انخفاض الدخل وانخفاض مستوى المعيشة. ما فيش خدمات. ما فيش مصانع. ما فيش ما فيش ما فيش. فالناس شغالة في اشغال معينة. مش جايبة دخل. تمام? يبقى زيادة حجم الاسرة. اتنين انخفاض الدخل وتدني مستوى الايه? استوى المعيشة. ونقص فرص العالمة. العمل. يعني ايه? ما فيش مصوانع. ما فيش ما فيش خدمات. فبيضطر يشتغل في اي حاجة. فنقص فرص العالمة. لشان كده بيهاجر للمين? بيهاجر للمدينة. تمام? طيب. سكان الصحراء. هم? يعيش في الصحراء. شغالين في ايه? انت عارف ان الصحراء يبقى ما فيش حاجة خالص غير شوية اه 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 اغنام وشوية ابل وشوية ماعز و بيمشي بيهم في الصحراء ياكلوا ايه? من قشاش الايه? الارض. شغالين فين? في الراعي. طيب. نسبتهم هنا الدرس ما بينش. المية في المية وزحهم على الريف والحضر. تمام? خد بالك يجي لك سؤال هنا. اه 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 متخفي يقولك ما هم اه ما هي الفئة او ما هي الفئة من السكين مصر التي تشكل اعلى نسبة في اه اه من السكان. طبعا انت انت ما خدش ده. انت عايز رقم. انت عودت انت تحفظ. فانت هطور بطقاس. على نسبة يبقى مين الريف? اختار كلمة الايه? الريف. طيب السكان السحراء ده. مش هنا مش جيب لي ايه? مش جيب لي نسبة. طيب. ايه المشكلات الترحال والتنقل المكان? يعني دايما هما بيبحثوا على الايه? على الاعشاء. طب انت عارف مع معاك اطيع كبير جدا جدا من الحيوانات. لو هو هيعملهم ويجيب لهم اكل من العلاف يعني من المحلات. مش هيلاحق عليهم. تمام? فبيضطر ياخدوا الحاجات دي ويمشي بالصحراء عشان يكلوا ايه? يكلوا الحاجات اللي موجودة في الارض بدون اي مقابل. تمام? لانه مش هيلاحق عليهم ايه? مش هيلاحق عليهم. آآ عليه. طيب. نكمل. ننزل تحت دولي انواع الايه? السكان التالي. تمام? طيب. الدولة بتعمل ايه عشان تحل مشكلة الحضر. وبتعمل ايه عشان تحل مشكلة الريف? وبتعمل ايه عشان تحل مشكلة البدو? او سكان الصحراء? طيب. احنا قلنا مشكلة الحضر ايه? هم? ان في عشوائية. هي الدولة تعمل ايه? اربط المعلومات بعضها ما تحفظش ها? الدولة تحارب العشوائية. تنظم العشوائية. بس خلصنا. طيب. الريف مشكلتهم ايه? مشكلتهم انه هم بينجيبوا كتير. هم? يبقى توعية الشباب وتنظيم الاسر في الريف. تمام? واطلاق مبادرات حياة كريمة عشان نوفر فرص عامل للشباب. طيب. هنا البدو هتعمل ايه الدولة? هم? العمل على استقراره وتحسين مستوى مع عيشته. هتحاول تدخل وظائف اخر غير الرعي هناك عشان يكون عندهم مصدر ايه? عيش هناك. طيب في الفرص عامل ايه? غير الايه? غير التعديل. غير التعديل والايه والرعب. طيب. هنا بقول لي ويساعد تنوع السكان في تحقيق التكامل بين السكان وتبادل المنتجات وتحقيق التنمية. يعني ايه الكلمة دي? هذا سطرة هو في اخر ممكن يجي في المتحان. يعني ايه? ما النتائج المترتبة على او ترتب على تنوع السكان. ايه اللي حصل لما كانت نوعت? هم? ده هقدي لتحقيق التكامل. يعني ايه تكامل? تكامل يعني الراجل بتاع المدن ده شغال مدرس. شغال دكتور شغال مهندس. وبتاع الريف شغال في زراعة الخضار والفاكهة والحيوانيات والالبان. والحاجات ديات. فالرجل الدكتور والمدرس بيشتري من مين? من الفلاح. تمام? الفلاح لما يعالج ابنه لما يروح يجيب مهندس خطط بيته لما يحتاج مدرس هيروح للمدن. يبقى في تكامل. كل واحد بسلم التاني. طب الزراع او البدو ها? اللي في الصحراء بيعمل ايه? برضو عنده اغنام وعنده اه ماعز بيزود بيها الفلاح عشان ايه ربي يحصل على المنتجات. وبياخد من الفلاح خضار وفاكهة وغيره. وبيدي اللحوم دي لبتاع المدينة عشان يأكل منها. وبرضو في نفس الوقت بتاع البدو بروح ياخد يتعالج عند بتاع ايه المدينة. ده اسمه التكامل. تمام? يبقى ادى تنوع السكان الى ايه? تبادل المنتجات وتحقيق التنمية في جميع المجالات. كل واحد بيدي من ايه? من التاني. تمام? يبقى امال نتاجة ام ترتبع على تنوع السكان تحقيق التكامل بين الايه? بين السكان. الله يكرمك ما تحفظش وامشي بالطريقة دي. طيب. ده بالنسبة لايه? بالدرس الاول. اللي هو انماط السكان. تمام? بعد كده التراث السقافي لسكان بلدنا. احنا يعاني التراث السقافي دي احنا عمر عمرنا ما اخدنا حاجة دي. لو الله اخدتها بسنة تانية ابتدائي في الدروس العربي اللي هو نول وخيوط وفلكلور المصري. واخدت قبل كده كمان النوبة بيحتفله ازاي? واحد سيوة بتحتفل ازاي? وغيره بكلها اخدتها واخدتها كمان في السنة تالتة في درس الصديقة. تمام? ان احنا لازم نحترم تنوع الايه? الثقافي والايه? والتراث. تمام? فلازم تاخد بالك من الجزئية دي. طيب التراث المصري التراث الثقافي المصري. يتمثل في كل ما تركاه للاجداد. يعني تراث الحاجات اللي اجداد نسبوها. تمام? سواء اعداد او تقاليد او حرف او اي حاجة. اسمها تراث. تمام? يتمثل في كل ما تركاه لنا الاجداد من اماكن تاريخية اثار او كنون او لبس او اي حاجة. طيب. او حرف او اعداد وتقاليد. طيب. امثلة التراث الفقاف المصري. الناس شاغلت بالها بالدرس ده خالص. تمام? عندي واحد سيوة وعند النوبة وعند مدن القناة وصعيد مصر وكلهم خدناهم قبل كده في دروس العربي في قصة السماء. طيب. واحد سيوة بقول يرتبط تراثها بالبيئة التي يعيشون فيها. يحتفل سكانها. بسيك من ده خالص. يحتفل سكانها في منتصف اكتوبر بعيد حصاد التمور وزيتون. واحد سيوة اصلا معروفة ان هي مشهورة بالايه? بالتمر. البلح يعني. تمام? يبقى انتو قربط سيوة. يعني احنا اخدنا في الانجلش. يعني ايه واحة اصلا هو مكان? تمام? وعندها يعني ايه? يعني يعني خضرة وعندها مية عزبة. ولتلك بكل مكان فيه نخل وفيه شجر. يبقى خلاص سيوة فيها تمور. وامشي. تمام? امشي. السكان هتدو ايه? ما لبس المحلي. ما اكيد دعنا هتلبسوا لبسهم هما. فمتح ما تحفظش كتير. طيب النوبة تمام? يعدتوا راثاها بدلا حضارة فرعونية. يحتفظ سكانها سبعة يوليو في كل عام باليوم العالمي للنوبة. يبقى عيد. سيوة حصاد التمور وزيتون. طيب النوبة العيد العالمي للنوبة. تمام? السكان برضو بيلبسوا نفس اللبس المحلي. مش عايز احفظ. تمام? ينفرد اهلها بالتحدث باللغة النوبية. برضو متحفظش ده. النوبة هيجيولك في البتاحية النوبة بتكلموا اللغة ليه? النوبية. تمام? منظمة اليونسكو متحف فين? متحف فيه اسواق. مين هي منظمة يونسكو دي منظمة عالمية خيرية. طيب. مدن القناة? قناة زي مين? زي السويس اسماعيلية بورسعيد اللي هما عندهم قناة سويس. طيب. مين هما? السويس اسماعيلية بورسعيد. اللي القناة بتعدوا قدامهم. طيب. مرتبطين بالسمسمية. اشهر حاجة عندهم السمسمية. اي لك ده? بيرقصوا عليها تمام. اسمها ليه? السمسمية. تعرف باسم البمبوطية. يبقى اسماعيلية سمسمية. ده اللي مطلوب منك بس من جزء ده. طيب صعيد مصر لهما الصعيد. طيب. يشتهر بانشاء السيرة الهلالية. زي كتم انشاء مدحف السيرة الهلالية في كناة. تمام? يشتهر بفن التحطيب الذي نشأ فيه ايه? في مصر القديمة. تم ادراج التحطيب كفن ترواثي. طبعا هنا المعلومات مش آآ آآ كتير. تمام? انت تعرف كل مكان. ايه هو? الحاجة يتميزوا. سوى التمور. آآ آآ بعد كده النوبة بيتميزوا بيه المتحف النوبي او اليوم العالمي للنوبة. القناة عندهم زي بور سعيد واسماعيلية. وعندهم كمان السمسمية وصعيد مصر عندهم متحف السيرة ايه? الهلالية. طيب اهم التراث المصري. التراث ده اللي سوا اجدادنا ده. بيعمل ايه? لازمته ايه? فايدته ايه? المساهمة في تنشيط السياح. يعني الاثار والحاجات القديمة دي بتجيب السياح. اتنين توفير فرص عامل الشباب. لما يكون في سياح عندي. طب بالتالي حنحتاج شباب يشتغلوا فيها. تلاتة زيادة الدخل القومي. اي حاجة اهميتها في الدراسات الدخل القومي. ليه? الدخل القومي يعني الفلوس. تمام? السياح ده تجي دفع فلوس القومي. وذلك من خلال اقامة المهرجانات. والمعرض. تمام? ما تتخيلش ان هو هيجي لك ايه? ما هي اهمية الدراسة المصري. الان كلها بقى اختيارات. ده كده النوع الايه? التاني. تمام? خش عالدرس التالت. نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا. تمام? عندنا تلات مشكلات في مصر. مشكلة الامية. يعني الامية. واحد ما عرفش يقروا يكتب. مشكلة الفقر. يعني ايه الفقر? مش معايا فلوس اشتري. مشكلة البطالة هم الناس اللي الشباب اللي مششغلين. قاعد. ما باشتغلش. دي المشكلات الايه? الاجتماعية في مصر. تمام? يعني ايه اجتماعية? يعني تخص السكان. مش قصادية او سياحية. لأ. مشكلة اجتماعية تخص الايه? السكان. يبقى الامية. يعرفهم كويس جدا جدا. الفقر البطالة. طيب. الامية هي ايه? ها? عدم القدرة على القرى والكتاب. تمام? ايه اسباب الامية? ها? السكان كتير. الزيادة الايه? السكان ايه? خلينا مشي مع الكتاب. تمام? طبعا احنا عندنا نصري مليون ومليون وستمائة الف. وعندنا اليابان مئة ترتين مليون. وهناك مليار الصين وشوية. ما علينا الزيادة السكانية. عدم التحق جميع الاطفال بالمدارس او تسرب بعض التلاميذ منها. اللي خلى الامية هيعافين منتشرة فين? في الريف. في الريف ممكن تود ابنك المدرسة. تمام? فالطفل ايه? يفضل عاية وما بروحش مدرسة. فالاب برايح دماغه ايه? مودش ابن المدرسة. ده معناه. تمام? طيب. عدم التحق الاطفال المدارس. طيب. ذلك انت جاي ضاعف المستوى اتصاد الاسرة. ما معايش فلوس وعندي سبعة ستة تمنى اطفال. فاقولها وده كله من فين وهجيب مصروح من فين وهدوم منين. فايه? فبالتالي مش بيود الايه? فاحفظها كده. يبقى. الامية عدم القدرة. ايه اسبابها? الزيادة السكانية. تمام? عدم التحق الاطفال بالمدارس. ليه? بسبب تدني ايه? المستوى. طيب. طيب. ايه نتائج? ايه النتائج اللي بتؤدي اليها الامية? الامية دي عملت ايه? اكيد بتقلل من فرص حصول على عمل. لما كون انا مش متعلم لما راح اقدم وظيفة هروح اقول لهم ايه? ما معايش اي شهادات. هشتغل في ايه? فبالتالي هشتغل في اي شغلانة. واي شغلانة بالتالي مش هتحقق لي مصدر دخل كويس. فبالتالي تدني مستوى المعيشة. انتشار الجهل والخرافات. انا واحد مش بتعلم. ما بقراش. مش متابع حاجة. فلما حد يقول لي معلومة بجري وراها على طول. تمام? لما حد يقول لي معلومة بسدق وراها انتشار الجهل. تلاتة تؤثر سلبا في برنامج التنمية المستدامة. تمام? طيب. عندي نوعين من الامية. قلنا امية هجائية. تمام? وامية معلوماتيا. الامية الهجائية هي عدم قدرة الطفل او الشخص على الكراء والكتابة. من كتاب من وراء. لكن الامية المعلوماتية ان انا ما بقدرش استخدم الاجهزة الالكترونية. اللي هو ايه? ما عرفش اروح على جوجل واعمل بحث. واعمل على موضوع معاين. ما عرفش ادخل على اليوتيوب واجيب مستر محمد اتابع مسابق. ما اعرف احفظ بسط عشان احتاجه بعد كده. دي معناها الامية المعلوماتية بينا من اسمها. هي العدم قدرة الفرد على تشغيل الاجهزة الالكترونية والتعامل ايه? معها. والتواصل مع الاخرية. ما عرفش عبعد رسالة واتس. ما عرفش اكلم حد. ما عرفش ابعت افعد لحد بريد الالكتروني. تمام? فدي غير دي. تمام? طيب. ايه المحافظات اللي بيتنتشر فيها الامية? عند المينيا وبنسويف تقريبا مدين الصعيد. طيب ايه هي اقل لها. لازم تعرفها البحر الاحمر وفور سعيد والودي جديد. دول اقل محافظات. معندهمش امية. تلات محافظات. ويه اللي عندهم امية كتير جدا المينيا وبني ايه? وبني السويف اللي هما في الصعيد. تمام? كده عشان نعرف ما نزل. طيب. نرجع تاني. دي الامية. طيب البطالة. احنا قلنا الامية خلاص. عرفناها امية هجائية. عرفش ابعت اكتب. وامية معلوماتية. طيب البطالة ترتبط مشكلة البطالة بمشكلة الفكر والامية. يعني ايه? يعني من النتائج المترتبة على الامية ان انا مش هلقى اشتغل. تمام? وكمان مش ما عايش فلوسها بقى فقير. ليه? لان انا ما عنديش وظيفة معينة اقدر احصل منها على دخل. فالامية تؤدي للفكر والايه? والبطالة ترتبط مشكلة البطالة بمشكلة الفكر والامية ترتفع بين الاناث اكثر من الزكور. ليه? لان احنا طبعا عندنا الراجل هو المسؤول من البيت وهو اللي بيروح طبعا ده كلام ده في الارياف. تمام? تزداد في الحضر عن ايه? عن الريف. اللي هي الايه? البطالة. ليه بقى ازاي مستر? الريف ما فيوش تعليم. والريف اه 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 في امية والريف في انجاب كتير. والزاي البطالة في الريف اقل من الحضر اقولك انا ليه? الحضر انا خريج تجارة خريج هندسة خريج تربية خريج اي مكان. تمام? خدت شهدتي مستحيل هاهين نفسي واروح اي شوالة تانية. بفضل اقعد في البيت لما تجي الوظيفة. تمام? لكن بتاع الريف معايا تجارة معايا اداب معايا هندسة معايا 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 ممكن راح اشتغل في كافي ممكن راح اشتغل سواء ممكن راح اشتغل في مصنع لعند من الوظيفة تيجي. فبالتالي انا مش بستنى لان ايه? خلاص انا والدي صرف علي وتعب فايه? ده تفكير الريف. مش هقدر اقعد في البيت اكتر من كتر. تمام? تبقى عيبة. فده بيقدي ليه ان في الريف بيشتغل اي حاجة. ما بستناش الوظيفة. لكن في الحضر لا بيطال مستني. لا لما يتوظف. ده سبب ايه? عشان بس ايه تبقى فاهم ليه البطولة بتزيد في الريف في المدن اكتر من الريف. بعد ذلك كان مشكلة الامية الفقر والبطولة. الامية عدم القدرة على كتابة وكراة او امية معلوماتية التعامل مع التكنولوجيا. تمام? الفقر طبعا مش عايز تعريف. والبطولة هو عدم هو الشباب اللي في سن ايه العمل ومششغلين. ترتفع فين? احفظها كويس جدا جدا. ترتفع في المدن على الريف. البطولة غير الامية. طيب. الدولة بتعمل ايه عشان تحارب المشكلات ديت? طيب. هنا الاول انشاء الهيئة العامة للتعليم الكبار ومحو الامية. عام الف سعوية وتسعين. تمام? في مجمع كده بيحارب بيعلم الناس الكبيرة في السنة. طيب. واشترطت على الناس اللي بتقول التربية انه هو كل واحد قبل ما يتخرج يعلم خمسة الكراءة والكتابة. يمحي اميتهم عشان ايه? تديوه شهادة التخرج. تمام? طيب. ايه تاني? امية. امية. يبقى انشاء العديد من المدارس. بس. تمام? تلاتة. اطلاق لعديد من المدارات. رحمل امية. رفع الوعي المجتمعي. هتلاقي العليات على طول زمان. تمام? يبقى انت هتقول ايه? زيادة المدارس. انشاء الهيئة العامة للتعليم الكبار. وكفاية. كفاية جدا لان ما تعددش. طيب. هذه المشكلات تهدد امن والسكرة ايه? المجتمع. بتعمل ايه? اكيد طبعا هتأثر على المجتمع. اي مشكلة بتهسر ايه? على المجتمع. تمام? اخر درس معنا هو نظام الحكم في بلدنا. والله المنهج كويس جدا جدا وسهل جدا جدا. لكن احنا اللي بنصعب على نفسنا. احنا بنحفظ. نظام الحكم فين? في بلدنا. ركز معايا وما تحفظش. طيب. تمثل الدولة بحاجة اسمها سلطة تنفيزية. بينما اسمها سلطة تنفيزية اللي بتنفذ القرارات. وهي اللي بتحط القرارات. تمام? سلطة تنفيزية متمثلة في مين? عند الرئيس الجمهورية والحكومة. رئيس الجمهورية ها? يتولى الرئاسة عن طريق التصويت. انتخابات. بيقعد على الكرسي عن طريق ايه? انتخابات. مهمته ايه? مسؤول عن امن الوطن ورعاية ايه? المواطنين. بتحفظش. تلاتة يمثل مصر محليا دوليا. يعني هنا لو في لقاء بيتكلم في التنفيزون هنا ولو في بره لقاء بره بتكلم ايه بره. طيب. ده مين? رئيس الجمهورية. طيب. الحكومة تحت الرئيس عطول. هي الوزراء. اللي هي مين? الوزراء. وزير التربية والتعليم. وزير الصحة. وزير السياحة. وزير الري. وزير المواصلات. وزير السكة الحديد. تمام? دي الحكومة. تعاون مهمتها ايه? الرئيس ده مش اشتغل لوحده. يبقى مهمة الحكومة ايه? او الوزراء. ها? مساعدة رئيس الجمهورية. بيديهم التعليمات وما ينفزوا. تعاون رئيس الجمهورية وتكون من رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس الحكومة بقى. في فارق بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رئيس الوزراء. الرئيس الحكومة اللي هو رئيس الوزراء اللي هو ال دكتور مدبولي. دماء الوزراء اللي هم زر التعليم وكزا طيب. تشترك مع الرئيس الجمهورية في وضع الخطة العامة للدولة. والاشرافة على تنجزها. اعداد الموازنة العامة للدولة اصدار القرارات وفق القانون. يبقى مهم mêmes الحكومة او الوزراء هًه? مساعدة رئيس الجمهورية. اتخاذ قرارات مع الرئيس اعداد الموازنة اللي هي في شهر سبعة كل سنة مثلا التعليم لكم مليار والصحة لها كم مليار وكذا كذا كذا طيب تتكون من رئيس المجلس الوزراء اللي هو رئيس الحكومة رئيس المجلس الوزراء يا رئيس الحكومة هو الرئيس بتاعها والوزير ده اللي مسؤول عن ايه? عن ادارة مجال واحد يعني فيه واحد للصحة واحد للتربية والتعليم واحد للسياحة تمام? يبقى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بيحمي الوطن بيجي عن طريقة الانتخاب الحكومة بتساعد من الرئيس وعندنا رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس الحكومة تمام? واتنين الوزراء اللي كل واحد كل ايه? كل مجال ليه وزير ايه? معايد بالله عليك ده حاجة تحفظ بالله عليك طيب ايه تاني عند سلطة احنا اخدنا سلطة التنفيذية اللي بتنفذ سلطة تشريعية وسلطة قضائية السلطة التشريعية اللي هي مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب مشون ما تلخبطش السلطة التشريعية اللي هي بتشرع تحط القوانين تمام? معايد توديه للسلطة تنفيذية اللي هم الحكومة وتشوف اللي ايه توافق عليك طيب مجلس النواب ده يبقى Liebethان ايه؟ اتمثل السلطة التنفيذية في نقط اقوله رئيس الجمهورية والوزراء اتمثل السلطة التشريعية في اقوله مجلس النواب يساعد الرئيس نقط أو الحكومة أو رئيس الوزراء يرأس الحكومة هو حط الرئيس الجمهوري لا رئيس الوزراء مجلس النواب مهمته إيه سلوطة الشريعة ديتنا يسن القوانين في الدولة يحط القوانين يحطوا قانون معين والأعضاء يقولوا إيه موافقين أو إيه موافقة أو يعترضوا طيب ما علينا يتكون من 596 عضو يعني 604 يمثلون فئات المجتمع يعني فئات المجتمع عندي فلاحيين عندهم عمال عندي مستقل دي ايه دول فئات المجتمع يتم انتخاب 95% من النواب والخمسة اللي بقين الرئيس هو اللي بيختارهم برضو معلومة دي كويسة جدا جدا تمام 95% بينتخبوا من كل الأماكن لكن 5% الرئيس هو اللي بيختارهم طيب دي سلطة الشريعية اللي هي مجلس النواب بتعمل ايه بتشرع القوانين بتسن القوانين طيب السلطة القضائية دي بقى منفصلة عن الدولة كلها ليه السلطة القضائية سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة تمام مهمتها ايه انا وانت عندنا مشكلة بالروح دي هنحتاكم ديها هبتصدر الأحكام حكمت المحكمة حضوريا بس السلطة القضائية تمثل فين في المحاكم مهمتها ايه مهمتها اصدار الأحكام زاكر تمام باحترافية ما تكونش حفيز عشان تتعب جدا جدا لحفظت خلاص عرفنا سلطة تنفيذية سلطة تشريعية وسلطة قضائية تنفيذية الرئيس ومع الوزراء التشريعية مجلس النواب القضائية ايه القضاء وعلشان يحكموا بين الناس طيب نظام الحكم طبعا احنا نقارن بقى ده نظام الحكم حاليا طيب في مصر القديمة في مصر الفرعونية ها من مصر اقدم من اقدم الدول التي وضعت ايه نظام الحكم طيب زي ما احنا اخدنا هنا نظام الحكم حديثا نفس الحكاية قديمة تمام قديمة بص معايا رئيس الجمهورية حاليا حاليا بيعادله زمان الفرعون او الملك يبقى هنا رئيس هناك اسمه فرعون تمام او حاكم البلاد طيب الرئيس الوزراء دلوقتي تمام يعادله هناك رئيس الادارة المركزية تحط كده بألم قدامك عشان ايه يكنت فيه في اختيارات يعادل منصب الرئيس حاليا منصب نقط قديمة هقوله الملك او الفرعون طيب رئيس الوزراء دلوقتي حاليا هقوله مين رئيس الادارة المركزية رئيس ورئيس طيب رؤساء الادارة المركزية اللي هم الوزراء هناك كان اسمها ايه كان اسمها الادارة المركزية اللي هي الوزراء خلاص طيب هناك الوزير كان بيعمل ايه او ادارة المركزية بتساعد الملك هنا الوزراء بتساعد الرئيس هناك الادارة المركزية بتعمل ايه بتساعد الملك طيب ايه مهمة الادارات المركزية اللي هي زمان ادارات النهاردة وزارات هقول له كان تعين من قبل الملك وكان لكل اقليم او لكل مكان والي او كل مكان ايه اه 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 رئيس ادارة مركزية لكل مكان ايه وزير تمام كورن دي دي ما تحفظش طيب اخر نوع من الحاجات او اللي هنتحن فيها المحافظة بقى احنا خلاص خلصنا الدولة ها المحافظة اعتبر هي ان هي ايه? ان هي دولة صغيرة من اللي بيرقاس الدولة الصغيرة دي? المحافظة المحافظة هو الرئيس بتاع المحافظة زي ما هناك الرئيس مسئول عن امن البلد كله المحافظ مسئول عن امن المحافظة بس وشعب المحافظة بس يعني انا اه 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 رئيس محافظة warehouse محافظة السماعى ليا انا مش عالى انا بس بامسك الشرقية محتاج الرأي بتاعها والتعليم بتاعها والمستشفات بتاعدتها بس تمام? السئل عنه. يبقى هناك. الرئيس الجمهورية يبسك الدولة. المحافظ يبسك المحافظة. هو الشخص المسؤول عن ادارة المحافظة. بس. تمام? خلاص? طيب. بيعمل ايه? الرئيس كان بيعمل هناك حفظ الامن والامان في الدولة. لا ده بيحفظ الامن والامان في المحافظة. تمام? في المحافظة بس. الاشراف على تنفيذ المشروعات. تمام? بعد كده متابعة جودة المرافق. تعليم الصحة وغيره. بعد كده العمل على زيادة الانتاج في في المحافظة. تمام? طيب. هناك الرئيس كان محتاج حد ايه? ياساعده. تمام? المحافظ محتاج حد يساعده. هيعين مين? هيعمل حاجة اسمها مجلس محلي. في كل مكان دلوقتي مجلس محلي. المجلس المحلي هو ايه? المجلس المحلي. مجموعة من الموظفين برأسها برضو رئيس المجلس المحلي. وهم اللي بي نفزوا بقى القارات كلها. يعني الرئيس بيدي مين? بيدي الوزراء. الوزراء بدي الوزراء. الوزراء بيدوا مين? بيدي المحافظ. المحافظ بدي مين? بيدي رئيس المجلس المحلي. رئيس المجلس المحلي بدي مين? بدي الموظفين ويفضلوا ينتشروا فين في الدولة ينفزوا ايه الخطط دي. سوى اثر في صحة او مستشفيات او تعليم او مراقبة الاسواق. وا وا وا. تمام? يبقى مين اللي بيساعد المحافظ? المجلس المحلي. مين اللي بيساعد الرئيس? رئيس الوزراء والوزراء. مين اللي بيساعد المالك قديما الادارة المركزية. تمام? طيب. المجلس المحلي عبارة عن ايه? هو مجلس تابع للمحافظة. يضم مجموعة من ايه? من الموظفين. تمام? عشان تنفذ الايه? ال هيتقال ليهم من قرب. طيب. مهمته ايه? هم? متابعة خطط تنمية داخل المحافظة. كل مركز او كل قرية او كل مكان لي ايه? مجلس محلي مسؤول عن ايه? عن المكان ده. مشروعات التخطيط العمراني. يعني ايه? يعني نبني ساك حديد. نزبط اه مدارس مستشفيات وهكذا. المرافق العام. طيب. طيب. هنا بقول لي اشارة المادة مية وتمانين في الدستور المصري عام 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 عشر الى تخصيص ربع عدد الوقاعد في المجلس المحلية في المحافظات الشباب. ركز مع عشان تنهج. ركز على المعلومة دي. تمام? المادة مية وتمانين في الدستور بتقول لازم ربع المقاعد اللي في المجلس المحلي دول يكون من 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 الشباب. تمام? دون سن خمسة وثلاثةين. تمام? وربع العد للمرأة يبقى الربع. للشباب والربع للمرأة. ده معنى ايه? ان هو هتم بالمرأة. تمام المرأة? على نسب التمثيل لعمل الفلاحين خمسين في المية. لازم يكون فيه عماله فلاحين خمسين في المية. ليه? عشان الععمال الفلاحين هم اللي جوه الناس. هو اللي عايشين وسط الناس. فعارفين مشاكلهم. يبقى ربع. شباب وربع نساءل. وخمسين في المية وعمل ايه? فالأحين طبعا. دور المواطن في التطوية. احنا بقى ايه؟ عرفنا الرئيس وعرفنا الوزراء وعرفنا المحافظ وييه? والمجلس المحلي. احنا cam werton. انا دور ايه? في ان انا احافظ على الدولة. احافظ على البيئة بتاعت او المحافظة بتاعتي. انا كم واحد على محافظة على الممتلكة العامة. انا في مدرسة احافظ على ايه? دي ممتلك عام. في المستشفى في حديقة عامة. في اي مكان احافظ على الممتلكة العامة. اتنين اهتمام بالتعليم واتقان العمل. يعني ايه? يعني انا كطالب مش مطلوب من غرينا يزاكر واتعب واعمل عليه. ده الهتمام بالتعليم واتقان الايه? العمل. تلاتة المشاركة في عمالة تطوعية لخدمة البيئة. تمام? يعني مسلا هنعمل هنغير عمالة الانارة. هنلون الطرق هنزرع اشجار دي اسمها اعمال ايه? تطوعية. تمام? طيب. نكمل. زي ما احنا اخدنا الرئيس زمان دلوقتي والملك برضو المحافظة او المجلس المحلي امام او المحافظة كان في محافظة زيها زمان اللي هو اسمه حاكم الاقليم. يعادل منصب المحافظ حاليا منصب اختار بقى. من هو حاكم الاقليم? الوزير رئيس الادارة المركزية او ادارة المركزية. طيب حكام الاقاليم في مصر. يعني مسلا الشرقية اسماعيلية القاهرة الجيزة دي زمان ما كنسمهاش محافظات. كنسمها اقاليم. تمام? تمام? كان فيه اقاليم? كان فيه اتنين واربعين اقليم. طيب دلوقتي فيه كم? في سبع وعشرين محافظة. كورن حاجة دي. سبع وعشرين محافظة واتنين واربعين ايه? اقليم زمان. طيب. مين اللي كان الملك الفرعون يعين لكل اقليم حاكم? تمام? مش المحافظ بقى. الملك الفرعون كان بيقول كل مكان او كل اقليم انا هعين له ايه? حاكم. اللي هو الحاكم الوالي اللي هو ايه? الهو المحافظ دلوقتي. طيب مهام ايه? زي اللي بيعمل ده? المحافظ بيعمل ايه هنا? مهام بيروع الامن والمواطنين في المحافظة. ده برضو نفس الحكاية. اهدام بشؤون الاقليم وال least المشاكلين فيه. يحافظ على امنه يشرف على تنفيذ المشروعات فيه. زي ما ده المحافظ بيعمل كده? هو كان بيعمل. طيب. يقبل منصب حاكم الاقليم قديمة منصب المحافظ. يبقى حاكم الاقليم المحافظ. تمام? ده بالنسبة لمراجعة عامة على المنهج ومضوع سهل جدا جدا. احفظ بطريقة دي او ذاكر بالطريقة دي. وبعد كده زي ما انت شايف الامتحانات هناه. تمام? السؤال الاول. امام الخريطة صماء لمصر اكتب مدلول ارقام الموضحة كما يشير اليها الايه? عليها بالنقطة. هقول لك حاجة. الامتحان ده خده اطبعه عندك او انقله عندك. تمام? وكتفي بالمراجعة اللي قلتها لك دلوقتي. وتعال حل الامتحان ده. تمام? تعال حل الامتحان ايه? ده. لقيت نفسك بتحل? تمام. السؤال اللي مش عارفه دور على اجابته وعرفه. عشان الامتحان مش هيخلق من اسئلة دي. لان دي اسئلة بنكل ايه? المعرفة. هنا بقولي رقم واحد. يشير رقم واحد الى مدينة لسكنها الحضر. مين هما بقى? هقول له قاهرة. هقول له ايه? قاهرة. اتنين. يشير رقم اتنين الى مدينة تعدوا امتدادا للحضارة الفرعونية. اتنين امتدادا للحضارة الفرعونية. هقول له مين? الاقصر. يشير رقم تلاتة الى اعلى محافظة في نسبة الامية. مين هي? احنا قلنا مين? قنة? وبني سويف هما ايه? هما اعلى اتنين في نسبة امي. هقول له مين? بني سويف. تمام? طيب. السؤال التاني. ضع صواب او خطأ. يتساوي عادل السكان في محافظات مصر? لا طبعا. احنا قلنا السكان في كل مكان الريف اكبر. الحضر اقل. وفي الصحراء او في السينة صعبة جدا جدا اولين. يحتفل اهل سيوى بعيد حصاد التمور وزيتون. شوفوا ساتيجة ازاي? طبعا سيوى يبقى بلح او تمور صح. مشكلة امية توجد في مصر فقط? صح ولا غلط? طبعا ده مش ذكروا في الدرس. ها? صح ولا غلط? لا طبعا موجودة في كل مكان. واكبر دليل كانت موجودة في اليابان ومن سنتين احتفلوا باخر واحدة ستة عندها تلاتة وتمين سنة. اخر واحدة عندها امية ومحل امية من اليابان خبس. مجلس النواب هو المسؤول عن وضع القوانين? ركز معايا. مجلس النواب هو المسؤول عن وضع القوانين في الدولة? صح ولا غلط? اي وهو اللي بيختار الايه? القوانين ويديها المين? ليه الرئيس. ليس ليس المواطن دور في تطوير المحافظة او اللي غلط? السؤال الثالث. اختر اجابة صحيح. المحافظة المحافظة الاقل سكانا في مصر هي محافظة? شمال سيناء ولا جنوب سيناء ولا البحر الاحمر ولا مطروح? هنقول ايه? شمال ايه? سيناء? احنا قلنا سيناء عمتا جات في الدرس ان هي اقل ايه? المحافظات. احد الفنيون الشعبية الذي له امتداد من الحضارة. بس ما تاكد معلومة دي جماعة. مين هو اقل فعلا? جنوب ولا شمال عشان ما ايه? من لخبطش? قاهرة اعلى سكان ما احنا قلنا? سيناء 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 سيناء. شمال ولا جنوب? شمال ولا جنوب? تمام? شمال سيناء زي ما احنا قلنا برضو بالزبط. تمام? القاهرة. جنوب سيناء. عفوا جنوب سيناء هي ايه? اقل ايه? عاد السكان. تمام? والقاهرة هي عليهم. جنوب سيناء هي اقل مش شمال جماعة. جنوب سيناء. احد الفنون الشعبية التي له امتداد من الحضارة الفرمانية وهنتشر في صعيد مصر. زي ما لتلك اهو. الفنون الشعبية انت مش هتحفظها زي ما قولي الامور بقوله على الجروب. لا. اه. اه. فين? في صعيد مصر? عند الرسم ولا الغناء ولا التحطيب ولا التمثيل. احنا خدنا الايه? التحطيب. تمام? جات في الدرس. تواجه الدولة تسرب بعض الاطفال المدارس بانشاء. بيهربوا من المدارس. هينشئ ايه? هينشئ المدارس. تمام? يبقى المدارس. السلطة التي تولى المحاكم في مصر. مين هو المسؤول عن المحاكم التنفيذية والتشرعية القضائية? المحكمة يبقى قضاء. طيب. يقوى بالمنصب. دي مهم جدا. يقوى بالمنصب المحافظ حاليا في مصر قديم. المحافظ دلوقتي. زمان من اللي شبهوا? الفرعون? ولا الوزير ولا الكاتب? ولا حاكم الاقليم? لا حاكم الايه? حاكم الاقليم. تمام? احنا رفعنا فوق كده ليه? احنا ايه اللي جبنا هنا كده? طيب اخد بالك احنا قلنا ايه? الاسئلة دي هتحلها وترجع تاني تكيبها عندك فين? في كراسة وتبدأ تحل فيها تاني بعد المراجعة دي. لقيت سؤال واقف معك مش عارفه هترجع تجيبه او تشوف الفيديو تاني والاسئلة دي مش يخلق منها ايه? الامتحان. طيب. السؤال الرابع اجب عن السؤال احدد سبب الاهمية الاهمية التعداد السكان في مصر. ليه بنعمل التعداد السكاني? ها? لتحديد الخدمات التي يحتاج اليها المواطنين. يعني ايه? انا بعمل حصر ليه? عشان شوف كم واحد محتاج تعليم كم واحد محتاج مستشفيات. يبقى بنعمل التعداد ليه? لتحديد الخدمات التي يحتاج اليها المواطنين. اكتبها عندك بحفظة مهمة جدا جدا. اذكر واحدة من مهام المحافظة. المحافظة بعمل ايه? ها? حماية المواطنين ومتبعة الامن والامان فين داخل المحافظة. تمام? الامتحان الثاني. السؤال اول. اكمل عبارات التالية. يطلق على سكان الصحاري المصرية اسم? اللي في الصحراء اسمهم ايه? بدو. اسمهم ايه? بدو. يشتهر سكان مدن القناة بالاغاني المرتبطة بقالة السمسمية. سهلة جدا هون. تمام? الامية الهيجائية تعني عدم قدرة الفرض على الكراءة والكتاب. تمام? طيب السؤال الثاني. اختر الاجابة الصحيح. تم تسجيل عادة الجنود والضباط الصالحين للخدمة العسكرية في عهد. رمسيس الثاني ولا امن محاة الاول ولا امن حتب الثالث ولا ثلث ثلث ثلث. طبعا رمسيس الثاني هو اللي ايه? تم في ايه? تسجيل ايه? الضباط والجنود. ارتبط عيد رأس السنة عند المصارين الكدماء بموسم. التجارة ولا الصناعة ولا الزراعة ولا الرعي. عيد رأس السنة. طبعا مصر كان ضمن مشهورة بالايه? بالزراعة. اقل المحافظات المصرية من حيث نسبة الامية؟ محافظة البحر الاحمر ولا السويس والسماعية. احنا خدنا البحر الاحمر. اهي. من اقل ايه? من اقل المحافظات. البحر الاحمر من اقل المحافظات في في نسبة الامية. تمام? حفظها. طيب بعد كده. المسؤول عن توفير الرعاية الصحية للمصريين هو وزير الرعاية الصحية. وزير التعليم ولا وزير الصحة? طبعا وزير الصحة. طب التعليم لو غير السؤال يبقى وزير ايه? التعليم. الزراعة وزير الزراعة. المال وزير المالية. جهاز تابع لمحافظة يضم مجموعة من الاعضاء الممثلين عن سكان المحافظة وهو المجلس. مش عندنا غير مجلس ايه? المحلي. تمام? طيب السؤال التالي. اضع صح او لا غلط. يعمل سكان الحضر بحرفة الزراعة وطريبة الحيوانات. الحضر سرعش. الناس اللي في المدن حضر يعني مدن بعملوا بزراعة? هقوله غلط. عيد شام النسيين من الاعيادة اللي تحتفل بها المصريون قديمة وحديثا. طبعا صح. كان موجود في مصر القديمة. بلونه البيض. تمام? برضو طلعنا فيه كتير. كان بلونه البيض. ولسه كمان العيد ده موجود عندنا وبنحتفل بيض. طيب. الامية المعلوماتية تعني عدم قدرة الفرض على الكراءة والكتابة? هقوله غلط. الامية المعلوماتية. هم? بعدم تعامل الفرض مع ايه? مع التكنولوجيا. الفرعون كان على رأس نظام الحكم في مصر القديمة. الفرعون او الملك صح. زي رئيس الوقت. قامت الدولة بالعديد من المشروعات وذلك كهدف لرؤية مصر عشرين تلاتين. طبعا صح? السؤال الرابع اجيب عن السؤال تلاتين. حدد نتيجة لاهمية تنظيم الاسرة. طيب. بقول لي ايه? نتيجة واحدة. لما انا انظم الاسرة هعمل ايه? هرفع مستوى الدخل للفرد. اتاحة الفرصة للتعليم الافضل. تمام? الحد من الزيادة السكانية. حط اي حاجة. لما انظم الاسرة يحصل ايه? هه? تعليم كويس. رفع مستوى الفرد. تحسين الحالة اقتصادية للاسرة. تمام? توفير فرص عمل. وهكذا. اذكر واحدة من مهام رئيس الجمهورية. بيعمل ايه? هه? متابعة الامن والامان وشؤون الموطنين داخل ايه? الدولة. تمام? دي الايجابات. قاهرة. المينيا. النوبة. يبا احنا غلطنا فين? في السؤال الاول. نرجع له تاني. نجيبها تاني. القاهرة. النوبة. احنا غلطنا فين? في النوبة والمينيا. تاني. تاني كده. احنا قلنا واحد. القاهرة. تمام? صح? اتنين. حضارة فرعونية هي النوبة. اتنين هي مين? النوبة? انا نشورتły هنا. اتنين هي مين? النوبة моейشيازي سهد ركم تلاتة الاعلى محافظة لنسبة امية. قلنا مين؟ المينيا احنا قلنا المينيا وبنسواف. هم اكتر اتنين نسبة امي. يبقى القاهرة. والفرعونية يبقى النوبة. والتلاتة النسبة الامي هي مين? محافظة المينيا. ده لمراجع العامة. تمام? حل امتحانات كتير. هتلاقي عندك كل كل كتاب جاب كمية امتحانات كتيرة. حل. تمام? بس خليك في الاسئلة اللي هي طبع باقي المعرفة زي كده. ما تروحش تحل الاسئلة. هنسوا يحطوها كده بيه. خلاص. حل. السؤال اللي مش عارفه. ارجع لي. وهاته معلومته. ويه. ذاكرها. ويه ان شاء الله خير. تبا استنوه بقى ان شاء الله في العلوم. ويه الدراس. ويه كمان الرياضيات. ويه الانجلش ان شاء الله. هيعمل مراجعة كاما على القناة هنا. وتسشر. وفيد غيرك. باذن الله تعالى. واللي ما شافش العربي. تمام? هيلاقي الوصف تحته. في الفيديو الرابط. زي ما قلت لك. ما تزاكرش متراك. ما تمسكش الكتاب وتفضل تزاكر. مش هيفيد بعك بالنتيجة. خل الانتحانات. والسؤال يقف معك. هاته. ويعرفه. عشان لما بتخش الانتحان. تبقى انت كده. تمام? كويس جدا جدا جدا. تمام? بعد كده. اشوفكم على خير ان شاء الله. ننساش بقى لايك لو في حاجة او في معلومة ولا حاجة. او محتاج اي حاجة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.